اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله بدلوا مكتوم هو اصلا في شي لو في شي كان طلع مع مثلا تأسيس الدولة الشيعية في ايران في العراق كان طلع ما هو محاط بهم ولا خايف يعملوا فيه مثل ما عملوا بابو الروتعة بس اجعل كوفة اتلوه اي فالمهم المهم انا اعترض على انكم دلوا عطوة تقولوا عج 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 طيب اعملوا تك 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 بدل عج 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 ولو يا اخوان البعض قد يقول انت تستهزئ بنا لا والله القضية هي بنفسها تتضمن السخرية والاستهزاء وفيها الزامات كبيرة جدا لماذا الحفارات لماذا استخدمتم الحفارات لاستخراج النفط ولم تستخرجوا ولم تستخدموا الحفارات لاستخراج المهدي اللي هو اصل دينكم قبل ان تقولوا يا رب عجل فرجه ارون انكم فعلتم شيئا اشتغلتم حفرتم المهدي المكان الذي تزعمون ان المهدي فيه ليس تحت سيطرة اهل السنة هو تحت سيطرتكم وقد قامت دولتكم فلماذا لا تعملون محاولات لاستخراج المهدي هل المهدي هو الذي يرشدكم احاديثكم ضعيفة امامتكم ضائعة وبالمناسبة اسألك ايها الشيعي سؤال الضمير هل المهدي هو الذي ارشدكم الى تدمير سوريا تدمير اليمن تدمير العراق تأييد روسيا والصين دائما تأييد مطلق وتعاون مطلق مع اخص خلق الله الشيعيين ارتضيتم ان تتعاونوا معهم على الاثم والعدوان تفضلوا تعاونوا مع المسلمين السنة على البر والتقوى فقد تعاون مع روسيا والصين على الاثم والعدوان ما فعلتم في سوريا لن يغتفر اجرام بكل معنى الكلمة من معكم؟ روسيا بشار الاسد النصيري الذي باع الجولان وقتل النساء والاطفال تعاونتم معه على قتل مليون مسلم وطرد خمسة عشر مليون تاهوا في شتى بلاد العالم هذا كله من ارشاد المهدي هذه ولاية الفقيه غدا سوف تلقون ربكم اياكم ان تأخذكم العزة بالاثم وتقولون احنا معنا اهل البيت يا زهرة موعدنا معك بكرة يوم الايام يا زهرة للأسف الشديد والله انتم على هذا المنهج عار على الاسلام والمسلمين شوهتم دين رب العالمين باللطم والنوح وضرب الرؤوس بالفؤوس والاطفال بالموس هذه عقيدة المهدي اترككم لضمائركم السلام عليكم